السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد عاملين ايه؟ اعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي النهاردة هناخد مع بعض الفصل الخامس في قصة طموح جارية المقررة على او الكتاب الاضافي في اللغة العربية في الصف الثالث الاعدادي بيتناول الافكار الخاصة بالفصل الخامس وهو خدعة ومكيدة ان داود يتقرب الى نجم الدين ليخدعه ايضا رائحة الخيانة تفوح من افواه الرسولين تالت فكرة جنود نجم الدين تطارد الاشباح في الصحراء الامر مدبر لابعاد الجنود عن نجم الدين وايزائه الفكرة الخامسة اسر نجم الدين وشجر الدر الفكرة ستة فرحة العادل وامه واتباعه باسر نجم الدين الفكرة السبعة والاخيرة في الفصل الخامس دعاة الاصلاح يبحثون عن حل لهذه المشكلة نتنول الفكرة الاولى ان داود يتقرب الى نجم الدين ليخدعه لان احنا عارفين ان الحرب خدعة مش مثلا ان انا هحارب بكرة العادل بتاعي اتصل بي في التليفون وقول له على فكرة حربك بكرة الساعة تلاتة لا داود فضل مستني وكان يصطاد في الماء العكر سنحت له الفرصة ان ينقلب على نجم الدين ويخدع نجم الدين طبعا قبل ان تصل رسالة نجم الدين الى داود في مصر كان داود قد ترك مصر حين يأسى من الملك العادل لان احنا عارفين ان داود كل همه عاوز يوصل لقلعة الكارك فقطع الامل من معاونته اياه على بلوغ دمشق هو كان عاوز يوصل دمشق ويترك قلعة الكارك فجاء الى قلعته بالكارك لانه خائن بطبيعته خائن والخيانة لا تأتي بخير ارسل الى نجم الدين فماذا يريد داود من نجم الدين وبينما نجم الدين يفكر في حاله ويتدبر موقفه اذا بعماد الدين ابن موسك وصنقر الحلبي يأتيان نابلوس ويستأزنان عليه ويسلمان قائلين في تبجيل يعني في تعظيم السلام على مولانا المعظم سلطان مصر والشام ومنقذ العرب ومحطم الفرنج وامل هذه الامة ورجائها انظر وتأمل الى الخيانة والخدعة فعجب نجم الدين لهذه النغمة منهما ورد السلام باحسن منه ثم ادناهما وسألهما عن داود واين هو الان فاسرع قائلين في تودد هو في قلعة القركة ايها السلطان العظيم نبز العادل وحاشية كارها لما تردى فيه العادل فكان صاحب فساد ولهو اللي هو العادل ابن سوداء بنت الفقير وأتى يعتذر دا من اللي بتكلم موسيق موسيق سنكر الحلب وموسيق الدين وأتى يعتذر عن كل ما بدى منه اي ظهر منه في حقق يا مولاي ويفتح معك صفحة جديدة ناصعة البيان فرائحة الخيانة ظن نجم الدين أن رائحة الخيانة تفوح من أفواه هذين الرسولين فأترك نجم الدين ماليا لعن طويلا وأخذ يحدس نفسه قائلا في دهشة عجبا ثم عجبا كيف انقلب داود هذا الامكلاب من عدوه اللدود إلى صديق حميم رائحة الخيانة تفوح من أفواه هذين الرسولين ثم رفع رأسه وأظهر الصرور بهما ورده بما يحملان من خي الخبر يعني مبسوط أو مصرور من هذه الأخبار السعيدة ولكن شاكك فيه حاجة وعندما رأى في أعينهما الرغبة في الإقامة عنده أياما أمر لهما بخيمة فسيحة وكرة واسعة يعني طعام كتير ثم جلس نجم الدين إلى شجرة در وأخذ يعرضان الأمور ويفكران في هذين الرسولين وما قال وفيما وراء هذا الكلام المعسول يعني الحلم طبعا جنود نجم الدين هنا حطارد الأشباح في الصحراء هنا كانت الخدعة وبينما هما في حيراتهما هذه إذا بأشباح تتحرك من بعيد لا يعرف أحد ما تكون وأين تقصد هم عاملين تمثيلية كده أشباح من بعيد تعمل غبار وتطير تراب كده في الصحراء على أساس أن هما التطار أو الفرنج وفيما هما في عجب من أمرهما دون الأمر بالنفير يعني بالحرق يعني يروح يسرعهم علشان يحربوا العدو دول التطار أو الفرنج جايين من بعيد وارتفعت صحات عالية فزعة تعلن قدوم الفرنج فأسرع رجال نجم الدين إلى صهوات قيولهم وهمزوها يعني نخسوها بمهماس كده من الحديد فطارت بهم إلى تلك الأشباح ودخلوا خلفها في جوف الصحراء أنظر يعني كانت الخدعة أن داود عاوز يبعد جنود نجم الدين عنه عشان يبقى مفرده كده لوحده كده عشان يقبض عليه هو وشجر الدر ونجم الدين وشجر الدر يختارقان الأفق بعيونهما خلف المطاردين حتى اختفت تلك الأشباح واختفى الجنود معها إذن الأمر مدبر لإبعاد الجنود عن نجم الدين وإيزائه هو عاوز يحبسه هو عاوز يغدو فالتفت نجم الدين إلى شجر الدر وسألها في دهشة عما ترى في هذا الموقف العجيب وعن الأشباح التي برزت فجأة وحكاية الفرنجة المهاجمين وأظهر شك في أن يكون ذلك أمرا مدبرا لإبعاد الجنود عنه وإلحاق الأذى به وجعل يدفع البصر ويرهف السمع منتظرا أن يعود رجاله ويعرف منهم خبر تلك الأشباح التي انطلقوا خلفها هنا كانت المكيدة ونجحت خطة العادل في القبض على نجم الدين أسر نجم الدين وشجر الدر ولم يكذب حدثه هنا عائدة على نجم الدين فإذا بالظهير وعماد الدين أمامه ومعهما بغلتان البغلة اللي هي بغلتان يعني بغلة وبغلة ما هي دون أكبر من الحمار وأصغر من الحصان كل منهما بغير اللجام يعني شايف الإهانة ولا صرد والظهير يدعوه إلى واحدة منهما قائلين في سخرية هيا يا مولاي إلى هذا المركب الوطيء يعني الممهد المريح وهو طبعا لوطيء ولا حاجة ده من غير يعني اللي ما بيسموها بالبلد كده بردعة فتعجب نجم الدين وقال له إلى أين أيها الرجل يعني كانت الخطة هو القبض على نجم الدين وأخذوا إلى قلعة الكرك دمتم في أمان الله يريد تدعمونا بضغط لايك كده علشان الفيديو ينتشر في أمان الله وأمنه إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر